بس للأسف شديد جداً وده متوقع يعني الحقيقة كنت متوقع يمكن كمان من بدري شوية فكرة الحرب النفسية وفكرة محاولة التشتيت وفكرة الإشعاعات السخيفة كل الكلام ده كنت متوقع من بدري شويتين لكن الحقيقة يعني كويس إنه حصل متأخر لكن الأهم إن أنا أقول لحضراتكم فرقة النادي الأهلي الجهاز الفني نادي الأهلي في قمة التركيز وكل ما يصار من بلبلة أو من أخبار كذبة أو من إشعاعات لا يؤثر على الإطلاق على حالة التركيز وعلى حالة المعنوية للنادي الأهلي كلام عن إشعاعات بقى فكرة إنه لا ده مش وليد سليمان بس لا ده في إصابات تانية وفي لعيبة تانية أصيبت بفارس كورونا والأهلي يتكتم كلام ده ليس له أي أساس من الصحة وبعدين لما حد يطلق إشعاعات مفترض أنها تكون منطقية يعني مش ممكن أبداً بداية الخنية أقول لكم مساحات دي بيجريها النادي الأهلي بصفة يعني مش مطلوبة منه من أي جهة رسمية يلا ماتحاد كورت القدم ولا ماتحاد الأفريقي هو بيعمل عشان يطمن على لعابته في حالة عزل تام ودي حاجة يمكن ناس كتير ما تعرفهاش كل معسكرات النادي الأهلي كل لعب بيقعد في قوضة منفردة يعني ما فيش اتنين لعيبة أو تلاتة لعيبة بيقعدوا في قوضة واحدة الأهم من ده إزاي الأهلي ممكن يصاب منه أكتر من لعب ويتكتم يعني هيكون إيه الهدف من التكتم وإزاي ممكن يخاطر بالفريق لصالح نجم مهما كان تأثيره أو مهما كان أهمية وجوده في التوقيت ده أو مهما كان ممكن يكون مفيد في مواجهة نهاية دوري الأبطال إزاي ممكن تخاطر بفرقة كاملة إزاي ممكن تخاطر بكل نجوم الفريق وانت دخل على مواجهة مهمة زي كده على كل أحوال بالتأكيد هنتبع حالة كابتن وليد سليمان وعلى شاشة الأهلي هيكون الخبر اليقين ونتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون سليم ومعافع وجاهز لنهائي دوري الأبطال اشتركوا في القناة